اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله إليكم الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة في البداية نبدأ من هذه الليلة ليلة الثلاثة على الأربعاء الأجواء غائمة جزئيا بغيوم متوسطة وعارية الأجواء باردة نسبيا درجات الحرارة الصغرى بحدود 8 إلى 9 درجات أيضا الرطوبة النسبية مرتفعة رايحة تكون ما بين 80 إلى 88% والرياح غربية معتدلات السرعة أما الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة يوم الأربعاء الأجواء ما بين مشمس إلى غائم جزئي ودرجات الحرارة تقريبا حول معدلها في مثل هذا الوقت من السنة العظمى بحدود 13-14 درجة مئوية لكن يوم الأربعاء ليلا تتكاثر الغيوم المنخفضة وبعد منتصف الليل وفي ساعات صباح يوم الخميس الباكر تتهيأ الفرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر بإذن الله وبالتالي يوم الخميس صباحا الأجواء تكون باردة نسبيا وغائمة جزئيا وتسقط زخات متفرقة من المطر بإذن الله بعد ظهر يوم الخميس تناقص كميات الغيوم تدريجيا وتخفض فرصة الهطول أيضا تدريجيا وبالتالي يصبح الجو بارد نسبي وغائم جزئي العظمى بحدود 12 درجة والصغرى 7 درجات مئوية أما يوم الجمعة يوم الجمعة يستقر الجو ويطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة بحيث تعود درجات الحرارة لتصبح حول معدلها في مثل هذا الوقت من السنين بحدود العظمى راح تسجل يوم الجمعة في عمان ما بين 14 إلى 15 درجة مئوية والأجواء يوم الجمعة ليلا بتكون ما بين صافية تقريبا يتخللها ظهور بعض السحب والصغرى بحدود 7 درجات مئوية أما الأماكن المتوقعة أن يهطل فيها الأمطار وفترة خطول الأمطار بإذن الله راح تكون الأمطار في ساعات صباح يوم الخميس الباكر أو الساعات الأولى من صباح يوم الخميس وبتستمر حتى صباح يوم الخميس لكن زي ما حكينا بعد ظهر يوم الخميس تتناقص كميات الغيوم ويميل الجو إلى الاستقرار وأيضا يخف الهطول تدريجيا لكن يبقى الجو بارد نسبي ويوم الجمعة إن شاء الله ارتفاع قليل على درجات الحرارة ملخص للأحوال الجوية المتوقعة أول شيء تظهر السحب على ارتفاعات مختلفة يعني الليلة ليلة الثلاثاء على الأربعاء ويوم الأربعاء غيوم متوسطة وعالية لكن ليه الأربعاء على الخميس تظهر الغيوم المنخفضة والمتوسطة تتهيئ الفرصة لسقوط أمطار بإذن الله خاصة في الساعات الأولى من فجر يوم الخميس وأيضا درجات الحرارة بشكل عام بتكون حول معدلها يعني ما بين الانقفاض والارتفاع زائد أو ناقص درجة إلى درجتين خلال الأربعاء والخميس والجمعة لكن تبقى بشكل عام حول معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بإذن الله أعزائي المشاهدين شكرا لمتابعتكم ومن طقس العرب نحييكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر